في رسالة كولوسي الإصحاح الرابع والآية خمسة مكتوب أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت وهم يتكلم كمان على الكراز يعني أنك مش بس تفتدي تستثمر بحياة القداسة والسلوك لكن حياتك أنه تفعل الخير وتكرز بالبشارة الصارة الأخبار المفرحة وتعمل الخير للجميع كما يقول الكتاب المقدس يقول الكتاب أيضا وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم فإذن الله اللي حتم بالأوقات بكل شيء حتى السكن والبلد والحرك اللي أنت بتنقل فيها أو بتنتقل إليها هي في ضمن مشيئة الله ولا تكون أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب وإحنا بنعرف الحكيم سليمان قال لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت في وقت لكل شيء من أجل هذا الوقت ثمين استخدم أفضل ما عندك العداد لا يرجع إلى الوراء وما انتهى من دقيقة انتهى إلى الأبد ساعة طبعا الساعة تتقدم إلى الأمام أنا بدعوك فعلا اليوم أنك تفكر بحياتك وتفكر بأبديتك وتفكر في نفسك اليوم انت غالي على قلب الرب